سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمسينا وأمسي الملك لله في فقرة نوافذ معكم سالم بن سعيد مبدعين ومتألقين بكم يا جمهور العزيز اليوم يضيف الحبة وشاعر موجود في الساحة وشاعر الجميع يشهد على حبه الجميل مبدع مصعب المغرم الله يشهدك الله يشهدك ويبقيك ويحذيك أمية هلا الله يجعلني في ذاك أنت لا تعطيني أحراج على طول ترى أنا أحب الكلام الحلو بشي أرتبك حول أنت ترتبك بس تحب الكلام الحلو أحب الكلام الحلو ترى مدح أنا أعشق وعشق والله ترى مدح أعشق وعشق والله يجعلني في ساعتك اليوم أنا شاعر مبدع متألق له في الساحة أبيات زلزلة الأرض مصعب المغرم وبأبياته الجميلة رح نبدأ منه طلبات من الآن لأن الفقرة عدرة طويلة لكن أنا متأكد أن معه رح تقصر الفقرة جمال جلسة معه وجمال قصيدة ونشوف مصعب وشي مجهزنا اليوم ونبغى كذا أول شيء خلنا نبدأ في بعض الأسئلة كذا لسؤاله وضحك مصعب كان لك قبل فترة دخول في برامج واقعي أو في برامج واقعي كيف بدت لك الفكرة وهل هي يا طويل عمر السلامة مخطط لها من قبل ولا ناجت فكرة في رأسك وطبقتها أعطنا والله يا شف أنا يا طويل عمر ما كنت أفكري في البرامج الواقعية يا سلامة ما أتمام تقولش لا لا ما هو بجوي فهمت جميل ما هو بجوي يعني أتابع ناس الشاشة جميل جميل هذا سابقا سابقا لكن أنا أتابعهم بكل حب يا سلامة يا سلامة فهمتني جميل ايش كنت أقول لك ايه وجهتني كذا فترة قلت هل سنقدم من جهر على فترة هذي كان فيها برامج وتح ولا قبل يفتح البرامج أنا أول ما شاركت في البرامج الواقعية شاركت في هذا الكيان الصرح العظيم قناة الواقع في تصفيات البزينس 3 يا سلام وقتها يعطوه للعمر والله أنا ما كنت داري أني بضرب ديك الضربة والله أنا ضرب الضربة حنانة يا سلام هل تستعطى عذرك الله يجعلني في داك جميل جائت كانت تصفيات البزينس ومن الكلام ذا دخلت الرياليتي حقهم لا سلام ما كنت تعرفش معنا وش رايك في الرياليتي شراك في طعمه و لونه الرياليتي وما الله يشوف موهبة جديدة صارت اللي ما عنده موهبة رياليتي اللي ما عنده موهبة رياليتي دف رياليتي على طول طيب شراك في طبقة الأوزون طبقة الأوزون فيها رياليتي ولا طيب ومن الكلام دخلت الرياليتي ساعة ساعة ونص جميل وزي كده والله يطوير العمر خلصت للمقابلات في برنامج البزنس تنين ثري حول الثري جميل قبل البرنامج اللي شاركت به الزبدة ومن الكلام ذا ويوم دخلت عند المقابلات يا ولد توترت توترت جميل كان الله يذكره بالخير جنبي مسي عليه بالخير استاهر عبدالعزيزة الأسلمي ونعم ونعم استاهر عبدالعززة فكان جنبي هو ما يعرفني ولا أنا يعرف أفهمت دميل فكان شاهدني كده من توتر دميل فقام يعززلي يا سهلا فتعززلي ذا الحين وبطرع المسرح بيروح كل الكلام اللي أنا مجهز خيوة قلع أحد وزي كده وكبح توتر ويوم طلعت سبحان الله يعني كنت متوتر وقتها أنا شف أي مقابلة أي لقاءكم في متوتر لكن الحمد لله أنها طلع بقاستوري تصبط معي طيب الآن الحين جاي آن فترة تصفيات ويجوا المتسابقين قدام اشتركوا في القناة